اشتركوا في القناة وسمو الأمير محمد بن زيد النهيان ولي عهد أبو ظبيا نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة أضاف المتحدث الرسمي أن لقاء شهد التباحث حول تطورات مسارات التعاون المختلفة بين مصر والأردن والإمارات حيث تم توفق بشأن استمرار التنسيق والتشاور إذا أكافت القضايا والملفات ذات الاهتمام المتبادل بهدف توحيد الرؤى والتحركات ودعم العمل العربي المشترك وبذل الجهود اللازمة لصون الأمن القومي العربي كما هنأ السيد الرئيس وسمو ولي عهد أبو ظبيا جلالة ملك الأردن على ناجح العمليات الجراحية التي أجرها مؤخرا متمنين له دوام الصحة والعافية كما أرى بجلالته عن شكره وتقديره للمشار الأخوية الطيبة التي أبداها شقيقه المصري والإماراتي وقد رحب السيد الرئيس بالشقيقيه الأردني والإماراتي ضيفين عزيزين على مصر معربا سيادته عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدان السلساء على المستويات الرسمية والشعبية فضلا عن التشابك الحضري الممتد بينها ومؤكدا تطلع مصر إلى تعزيز تعاون البناء بين مصر والأردن والإمارات والانتلاق سويا نحو أفاق واسعة من الشركة الاستراتيجية التي تؤسس لعلاقات الممتدة وتحقيق المصالح المشتركة وتصب في خانة تعزيز العمل العربي المشترك كما شهدت المباحثات كذلك استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة فسط تطورات عمليات السلام في الشرق الأوسط وتنصيق القائمة بين دول السلاس في هذا الإطار كما تم تبادل وجهة النظر بشأن عدد من القضايا الدولية خاصة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية والدور العربي في هذا الصدد حيث تم تأكيد على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية ترجمة نانسي قنقر